تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط انطلقت فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا لزيت الوقود المتبقي الذي تستضيفه مملكة البحرين لبحث المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في الصناعة النفطية هناك معادلة واضحة يجب أن تكون في أي عملية انتاجية للنفط أطرافها تحسين الجودة في السلعة وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية وتطبعا لهذه الأطراف نصل إلى مرحلة لا يمكن تجاوزها وهي بحث المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في الصناعة النفطية والتوصل لحلول تقنية ممكنة لجعل النفط المتبقي ذي جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة الصناعة النفطية كانت ولا تزال الطريقة الوحيدة لاستدامتها في الحقيقة هي دائما تطويرها والتطوير في تحويل زيت الوقود المتبقي هو أهم شيء نركز عليه في الوقت الحاضر لأنه يخدم التنمين واستدامة وهذه طبعا لتوجيهات القيادة الرشيدة اللي يحفظهم بأهمية صناعتنا البترولية لدفع عجلة الاقتصاد إن شاء الله والتنمية بطريقة مستدامة أفضل الممارسات العالمية في مشاريع إزالة الاقتناقات وتحسين البنية التحتية وإنتاج منتجات تنافسية كانت على رأس مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا لتكنولوجيا الزيت الوقود المتبقي ليكون نتاجها على الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة المؤتمر عادة يناقش أمور تختص بتقرير النفط الأمور التقنية أمور إدارة المشاريع وتنفيذ المشاريع يلتقي الخبراء ويلتقي المهتمين بموضوع تقرير النفط حول العالم في المؤتمر هذا ويتم تبادل الأفكار ويتم في تداول المعضلات أو التحديات لتواجه التقنيات وتواجه سوق التقرير النفط أهمية تحقيق الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير تفتح المجال للالتفات إلى ما هو مهم في حقيقة الأمر كاستعراض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع التلوث كالحد من نسبة الكبريد في وقود السفن وكذلك التغيرات المتواصلة في الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجات الخابات الثقيلة يأتي هذا المؤتمر لباحث المعالجات التكنولوجية لزيد الوقود المتبقي في الصناعات النفطية وبالتالي تتحقق الأهداف التالية الجودة العالية وزيادة الربحية والمحافظة البيئية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر